بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله بنبدأ في الدرس التاني من تفاضل واحد اللي هو بتكلم عن الCalculating Limit اللي هو حساب النهايات using باستخدام زي المتلاق أو باستخدام قوان النهايات حيات درس اللي عادة كان بيتكلم أيضا عن النهايات ولكن الدرس النهاردة يبقى أبسط وأسهل وهو الأهم طبعا من الدرس اللي عادة أفل ويت يعني احسب لي قيمة هذه النهاية Limit 2x 3x زاد 4 عندما x تقترب من الخمسة أو تقول من الخمسة عندما تكون هناك دالك كسرة حدود بهذا الشكل يبقى أنا أعود حاجة أسمها بالتعويض المباشر بالتعويض المباشر يعني بتعويض مباشر يعني أشيل كل x وحطه محلها هذا الرقم اللي هو الخمسة يعني 2 وشيل x وحطه محلها خمسة تربيع ناقص 3 شيل x وحطه خمسة عوض عنها بخمسة زائد الأربعة وأبدأ أحسب خمسة تربيع بخمسة وعشرين ضرب اتنين خمسين ثلاثة في خمسة بخمسة عشر بالنقص زاد أربعة أحسب هادي يطلع للإجابة تسعة وتلاتين طيب السؤال التاني لما يكون فيه كسر برضو لازم أعود بالتعويض المباشر x تقول لسالب اتنين هعود بالقيمة التي تقول إليها أو تقترب منها هنا x يبقى أعود سالب اتنين تكيب لو عندما x تقول لعدد سالب هنحطها دايما بين أقواص يبقى سالب اتنين قس تلاتة زائد اتنين شيل الـ x وحطه محلها سالب اتنين تربيع ناقصا واحد المقام 5 ناقص ثلاثة وأعود عن الـ x بسالب اتنين سالب اتنين هنضربها في نفسها ثلاث مرات دا عددا هنضربها في نفسها ثلاث مرات سالب تمانية سالب اتنين تربيع بـ 4 في 2 تدين موجة بـ 8 والسالب واحد ينزل وهنا سالب 3 في سالب 2 تدين موجة بـ 6 هجمع المقام 5 و 6 و 11 والبسط سالب تمانية و 8 يتروح يبقى سالب واحد طبعا دي أسهل أنواع النهايات هل هناك بعض الأسئلة في الاختبار بتيجي بالتعويد المباشر الحقيقة أمر نادر ولكن كمعلومة لازم نعوض الأول بالتعويد المباشر طيب النوع الثاني من الأسئلة لما يجين يدلع بهذا الشكل يقول limit extra بين أص واحد على أكس أن أص واحد الناس اللي متابعينها المسألة دي حلناها في الدرس الأول ولكن موجودة أيضا في الدرس الثاني بطول القولين يبقى كالعادة هنقول بالتعويد المباشر دي أول خطوة بالتعويد المباشر هعوض عن أكس بكام تقول إلى واحد أو تقترب من الواحد يبقى عوض عن أكس بواحد يبقى هنا يقول limit أشيل أكس دي وحطه ما كانها واحد تربيع نقص واحد على واخد نص واحد لما أكس تقترب من الواحد هطلع للإجابة صفر على صفر دي كده اسمها عدم تعيين ليه يا أستاذ عدم تعيين؟ لأن هذه الكمية غير معينة غير معرفة حتى لو قلنا للحسبة كده صفر على صفر تيبلي حاجة اسمها ماتقرر يعني ما تقول يعني خطأ رياضي يعني هذا ما يصح نعمل إيه؟ نبدأ مدام ما فيه أمكان إن احنا نحلل البسط ونحلل المقام يبقى نبدأ أول حاجة بالتحليل إكس تقترب من الواحد طبعا الإكس هنا قص واحد فلا ما نقدرش نحللها طب هنا إكس قص اتنين آه تتحلل فرق بالمربعين إكس ناقص واحد وإكس زائد واحد يبقى إكس تربيع حقسمة إكس وإكس والسالب واحد سالب واحد فهم وجه واحد لازم ينحزفوا مع بعض وده اسمه العامل الصفري يعني إذا ما طلقش قصين متشابين ونحزفوا معناته النتج رح يطلع صفر مرة ثانية طب وبعدها بعمل إيه؟ أبدأ أعوض عن إكس مرة ثانية في القص الباقي يبقى واحد زائد واحد فتطلع الإجابة آه اتنين وطبعا إحنا قلنا المسألة دي حلناها قبل كده باستخدام لو يتعل عن طريق الاشتقاق لو هو السؤال اختياري حل آخر نحل مرة ثانية هون حاجة اسمها لوبيتال إيه لوبيتال دي؟ نشتق البسط ونشتق المقام طب مشتقت الإكس تربيعي بكام؟ باتنين إكس طب مشتقت سالب واحد بصفر مشتقت الإكس بواحد والسالب واحد بصفر وبعدين أروح أعوض عن الإكس بالقيمة التي تقول إليها اللي هي اتنين يبقى اتنين في واحد اسمة واحد وتطلع الإجابة اتنين لو السؤال مقالي السؤال مقالية لازم أحل بهذا الشكل أم لو أسألة اختارية أنا ممكن نجيب الناتج كده مباشرة طب نيجي للسؤال اللي بعده اللي هو عايزين نجيب الجزء طبعا كالعادة بالتعود المباشر لازم الخطوة دي آه ضرورية جدا بالتعود المباشر ليه بقى؟ لأن أنا ممكن بعض ما عوض يطلع لي قيمة للدالة للنهاية مباشرة بدون ولا تحليل ولا مرافق ولا أي شيء وبالتالي هنا الموضوع يبقى سهل جدا بالنسبة لي تعالنا عوض كده عن التيب صفر هيبقى هنا صفر تربيع بصفر زيذة 9 يبقى هنا زيرو زيذة 9 ناقص 3 على زيرو تربيع صفر ناقص 9 زيذة 9 جزرها تلاتة يبقى ثلاتة ناقص ثلاتة على صفر تربيع بصفر فيطلع لي صفر على صفر آه عدم تعيين وبالتالي يبقى الجاء ليه ترق التحليل المسألة اللي عادت حلنها بالتحليل هينا مدم فيه جزر يبقى زي ما قلنا في الفيديو السابق وفي الدرس الأول هنضرب فيه المرافق جزر T تربيع زائد 9 على T تربيع هنا ناقص 3 لما T تعول إلى 0 يعني مرافق بروح أقرر الجزر كما هو بس الإشارة ده نحوالها من طرح الجم طبعا العدد ده خارج الجزر يعني ماهو تحت الجزر أقرره مرة تانية لما أجي أضرب طبعا الليمت ما ننساش نكتبها مرة تانية T تعول إلى 0 أما أضرب الجزر في الجزر يبقى الجزر بروح يبقى T تربيع زائد 9 وسالف في موجب بسالب و3 في 3 بتسعة على T تربيع تنزل طبعا مش أقدر أضرب T تربيع في الجزر فهنزلهم جنبه بعض بهذا الشكل وأبدأ أختصر التسعة تروح مع السالب 9 والT تربيع مع T تربيع أصبح البسط عندي بواحد طب المقام بقى هنعوض عن T مرة تانية بصفر طب صفر زائد 9 تسعة جزرها 3 يبقى 3 زائد 3 نجي نبسط هيطلع لك الإجابة 1 على 6 ويبقى هنا الإجابة 6 إذن لو فيه أمكان التحليل بحلل زي المسال رقم 3 بمسال رقم 4 في جزر يبقى لازم نضرب في المرافق نجي المسألة هنا بيقول لي إيه؟ شو زات؟ شو زات طبعا إحنا عارفين يعني أثبت أثبت أن القيمة المطلقة الليمت للقيمة المطلقة بصفر يعني هو أجيب للناتجينة بس عايز أثبته أي من لقي قيمة مطلقة يا شباب لازم لازم نعرفها مرة موجب ومرة سالب الموجب إمتى لو أكبر من الصفر وسالب إمتى لو أقل من الصفر وروح أجيب النهاية من اليمين والنهاية من اليسار يعني إكس تقول إلى صفر من ناحية اليمين هعوض في القيمة الموجبة هنا لأقصى أكبر من صفر يعني طبعا هتبقى إيه؟ هتبقى إكس بصفر هتطلع صفر طب وروح أعوض من اليسار طبعا هنا عن الإكس هنا عن السالب إكس أما إكس تقول إلى الصفر من اليسار هتطلع السالب زيرو اللي هي برضو زيرو مش حاجة اسمها سالب زيرو طب هنا عندي النهاية اليمنى يبقى أن اليمنى دي النهاية اليمنى ودي اليسر النهاية اليومنى طلعت بزير واليوسرى بزير ده معناه ايه معناه النهاية اه لهذه الدالة اما اكس تقول الى صفر كده بدون يمين ويسار تطلع بصفر مدام اليومنى واليوسر طلعوا بصوه بعض اذا لازم النهاية بتسوي نفس الايه نفس القيمة طب لو طلعوا ما بصوش بعض يبقى هول نوتك زيت يعني غير موجودة زي ما هنشوف في المثال اللي بعده هنا عايز يثبت بروفزات طبعا شو زيت زي بروفزات يثبت ان النهاية هادي ده نوتك زيت يعني ايه يعني غير موجودة اه هروح اعملي بقى هروح اجيب لما اكس تقول الى صفر من ناحية اليمين لما صفر من ناحية اليمين يبقى القيمة المطلقة موجب يبقى اكس على اكس طب اكس على اكس يفعل واحد طب تعال نجيب من نهاية اليسار يبقى اكس تقول الى صفر من ناحية اليسار طبعا احنا قلنا ان السالب ده معناها يسار وموجب ده معناها من يمين من اليسار يبقى القيمة المطلقة الاكس مش هتبقى موجب ستبقى السالب ايكس على اكس. فيطلع السالب واحد ايه ده? يبقى هنا ايه? القيمتين ايه? النهاية اليومنى لا تساوي النهاية اليوسر. ده معناه ان هي ايه? يعني ايه? يعني غير موجود. ازا النهاية غير غير موجودة. لان النهاية اليوسر لا تساوي النهاية اليومنى. طبعا زي ما احنا شايفين دلوس النهايات بسيطة جدا لأسئلة بتاعتها مباشرة وما فاش اي مشاكل. عندي سؤال هنا الحقيقة فيه اا شكل جديد ان الدالة معرفة بتعريفين. لما اكس اكبر من الاربعة ولما اكس اقل من الاربعة. المطلوب يعني اوجد او حدد اا 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 وثر الليمت النهاية التالية. بقول لي اكزت لو هي موجودة. انا عشان اجيب اا النهاية لازم اجيب النهاية اليومنى والنهاية اليوسرى. ليه بقى مدام في اكبر واقل? يبقى انا هقول لما اكس تقول الى الاربعة من ناحية اليمين. طب من ناحية اليمين اعوض فين. هل في الدلل هذا اوالي هذا اوه اروح هنا للعلامة دي ا twitter اكبر من اكبر من الاربعة يعني معناته اخد الاكبر وبالتالي ااخد هادي يبقى اعوض في جازر اكس ناقص اربعة اروح اعوض عن ال اكس بكامب اربعة اربعة ناقص اربعة يبقى جازر اربعة نقص اربعة فتبقى الاجابة زيرو طب و بعدين اروح اعوض في النهاية لما اكس تقترب dan laem what's on time or from the end يبقى اعوض في دللل التعريف الاسفلالية ثمانية ناقص اتنين比 يبقى 8 ناقص 2 وعوذ على X ب48 في بعض الطلب يقول ايه هنعوذ هنا ده سالب دي هنعوذ على X بصالب 4 لا اذا هنعوذ بال4 برضه بس هنا معناها يمنى وهنا يسرى يعني احنا هنعوذ بالقيمة هنا اللي فوقها موجب دي معناها من اليمين ودي معناها من اليسار بس هنعوذ بالقيمة ما رأش عوذ هنا بصالب 4 لا بنفس الموجب العدد هنا اللي موجب طبعا نطلع 18 ناقص 8 ماذا بالنهاء اليوم نتسوي النهاء اليسرى ده معناه إن الليمت اللي هو عايزه اللي هي fx أما x تقول إلى الأربعة هتسوي إيه؟ هتسوي 0 وبالتالي نقول عليها exit يعني إيه؟ يعني هي نهاية موجودة ولها قيمة إذن أي دالة لها تعريفين تعريف أكبر من وأقل من لازم نجيب النهاية اليمنى والنهاية اليوصلة لو طلعوا نفسه بعض يبقى دي قيمة الدالة ونقول exit لو اختلفوا يبقى دي الدالة هنا ملهاش قيمة ونقول عليها not exit آخر معلومة في الدرس بتاعها النهاردة حاجة اسمها نظرية sequence serum نظرية sequence serum دي بيطلق عليها كده الجماعة بتوى الراضيات حاجة اسمها نظرية والحقيقة والحقيقة يا أستاذ ده انت هتجوعنا واللي يقول لك لا هي ليه اطلقت عليها نظرية السندوتش لأن يقول لي لو انت عندك دالة محصورة ما بين دالتين زي السندوتش في اليمين ويسار وفي النص بنحط فيه أي حاجة بقى جبنا مربع ما عرفش أي حاجة زي ما انت عايز فهنا معناته ان هده الجنبين وفيه هنا في الجزء بقول لي اي بقى لو انا توفر عندي دالة محصورة بين دالتين زي الناس accept وx is near accept الx تقترب من الاي يعني x تقترب من اي accept وبص بالايت اي ولها قيمة عند الاي وجبنا النهاية اللي بتاع الف اكس والجي اكس وطلعت قيمة اللي هي الال ده معناها من القيمة اللي في النص زيهم يعني بالبلد كده لو انا عندي دالة في النص بينها بين دالتين جبت النهاية للليمين والنهاية اليسار الحقيقة مسائلها محدودة ولكنها مهمة زي السؤال ده كده من السؤالة المشهورة دايما في الاختبارات يقولك شو زيت لمت اكس تربيع الصين واحد على اكس لما اكس تقول لي صفر بتسوي زيرو دالة الصين او قوزين هنا بقى حتى طريقة الاجابة بتاع نظرات السان دوتش دي يعني ايه لها زرات سكوز سيرم دي لها طريقة اجابة مختلفة شوية احنا عارفين ان دالة الصين اي دالة صين اي دالة صين او قوزين قيمتها دايما محصورة مبين سالب واحد وواحد جبت دي منينة او الساس دي معلومة سابقة مفروض درستها قبل كده يبقى ايزا صين سالب واحد اه ولازالك هنا بقول سؤال مهم ليه لان البداية بتاعته مش من السؤال ده من حاجة من عندك انت معلومة سابقة يبقى هنقول صين واحد على اكس لازم محصورة من سالب واحد وواحد طب ايه بيزيد هنا الكس تربيع يبقى هقوله بالضرب في اكس تربيع بالضرب في X تربيع هنا وهنا وهنا يبقى سالب واحد لما ضربها في X تربيع يديني سالب X تربيع اقل من X تربيع في صين واحد على X اقل من X تربيع اذا الحقيقة النظرية فيه دلة في النص وفيه دلة على اكبر من واصغر من اروح اجيب الدلة هادي وهادي يعني اقول limit لسالب X تربيع اما X تقول لمن تقترب من من ينزيره طب ما سالب زيره يبقى زيره وروح اجيب limit للX تربيع اما X تقول لزيره يبقى زيره تربيع برضو بزيره يبقى لحظ نهاية الدلة اللي على يساره والدلة على يمين اللي هي الاقل من والاكبر من الاتنين طولها بصفر لازم اللي في النص تطلع الصفر حسب نظرية السيكونز اللي هي يبقى اذا limit X تربيع صين واحد على X اما X تقول لزيره هتطلع زيهم بزيره ولذلك انا دايما اقول على السؤال ده يا جماعة السؤال مهم دايما يجي في الاختبارات ليه لان البداية بتاعته تغير تقليدية ويبدأ بمعلومة مفروض ان احنا عارفناها هل الصين فقط لا الصين والقزين طيب تعالي نشوف كده تمارين تانية على هذه الجزية هناخد على هذا الدرس مجموعة من التمارين السريعة اللي هي على هذا الدرس طبعا الدرس الاولي اللي هي ما عطناش عليه لانه كان درس بسيط وما فيهش كلام كتير وبتكلم عن الجداول والحية الجداول دايما ما بتجيش في الاختبارات نعمل انه ورايح ان شاء الله درس القادمة كلها هنحل التمارين بتاعة الدرس ونحل عليه الاكسرسيز بتاعته يعني الاجزامبلز وبعض الاكسرسيز مش كل الاكسرسيز هناخد بعض منه الليمت اكس تربية زياد اكس نقص ستة يبقى احنا هنا هنقول بالتعويض المباشر بالتعويض المباشر هنعوض عن الاكس بكام بالرقم ده اللي هو اتنين يبقى هبدأ اعوض اتنين قس اتنين اربعة واتنين ستة نقص ستة صفر على صفر عدم تعيين هل هنا جزل لا اه ده هنا فيه تحليل يبقى هنا لازم احلل لان درجة تانية يبقى هنا قلمت اكس نقص اتنين لا يحلل لانه متدرجة لولى احطه بين قوسين افضل طب هنا افك قوسين وابدأ احلل لازم تحط في دماغك ان فيه قوس زي ده فوق لازم يبقى الاكس تربيه هتبقى اكس في اكس والستة لازم تبقى اتنين في حاجة اتنين في تلاتة هنا سالب وهنا يبقى ايه موجب خدت دي منين لان ده زي ده لازم يروح مع بعض اوتوماتيكيا وبالتالي هرجع اعوض عن الاكس باتنين في القيمة البقى يبقى اتنين زي التلاتة تطلع الاجابة خمسة اذا في حاجات بديهية كده بتساعدني في التحليل ان انا لازم استشف ان فيه قوس ده زي وفوق وبالتالي بيساعدني في ايجاد سالب اتنين موجب تلاتة اللي هي تديك سالب ستة طبعا لو جمعنا تلاتة انا وستين اديك واحد اللي هو الحد الايه الاوسط طيب سؤال تاني هنعوض بالتعويض المباشر لازم اه لازل لان ممكن زي ما قلت قبل كده وما زلت بقرر ممكن يطلع لي الناتج له القيمة على طول هنعوض عن الاكس بصفر يبقى اربعة زائدا صفر تربيع ناقص ستاشر على صفر طبعا اربعة تربيع بستاشر ناقص ستاشر زيرو على سيرو عدم تعيين طيب نبدأ نعمل ايه المسألة دي الحقيقة لازم لازم في تربيع عندي هنا لازم افك القوس دي من ضمن الحاجات اللي بعض الطلب انا نسينا لما يكون عندي قوس وعايز اربعه انتبه معي اللي بيحصل بربع الاول يعني اربعة والس اتنين يعني اربعة في اربعة بستاشر وبعدين اضرب العدد الاول في الثاني في اتنين يعني اربعها في اتش باربع اتش في اتنين بتماني اتش وبعدين اربع الاتش باتش تربيع كل ده هو عبارة عن فك القوس يبقى القص بثاني مرة تانية بثلاث مراحل أربع الأول يعني أضرب الأول في نفسه أربعة في أربعة بستاشر واضرب العدد الأول في الثاني الأول أربعة والثاني H بأربعة في H بأربعة H في اتنين يديني ثماني H وربع ال H بH تربيع وطبعا السلب 16 تنزل على ال H لما H تقول إلى زيره أبدأ أبسط ألاحظ الصتاشر تروح مع السلب 16 يتبقى عندي إيه يتبقى عندي هذا الشكل 8 H زاد H تربيع هاخد اتش عامل مشترك يتبقى عندي تمانية زائد اتش على اتش انا خدت اتش عامل مشترك ليه عشان داي يروح مع دا في الاخير اروح عوض انا اتش بصفري بصفر زائد تمانية فتطلع الاجابة عندي تمانية وده فكرة من الافكار برضو المهمة اللي عندنا في النهاية ناخد سؤال تاني الناس اللي مركزة معانا هتلاقي هنا بقول عندي دالة اف اكس محصورة ما بين دالتين اربع اكس انا اص تسعة و اكس تربين اصاربع اكس زائد سبعة فور اكس اكبر من صفر لأكل اكس اكبر من صفر انا عايز لمت الاف اكس اللي هي في النص اه انا سامع دوقتي طالب ولا طالبة بتقول لي او اساز دي نظرية السيكونس اللي هي بنسميها نظرية الايه السندوتش ليه لان انا عندي ثلاث دول دالة في النص عايز اجيب نايتها ودالتين واحدة في اليمين اكبر واحدة اصغر ده سؤال بسيط جدا جدا لان اجيب لي الدالة جاهزة انا هعمل هيها اروح اجيب الدالة الصغيرة لاقول للمت اللي اربعة اكس نقص تسعة اما اكس تقول لي كام هو قال لي هي اربعة اه عوض عن اكس بتربع يعني اربعة في اربعة نقص تسعة يطلع اللي 16 نقص تسعة 16 نطرح منها اه تسعة تطلع لاجابة سبعة واروح اعوض لدالة اللي في المين يبقى explicar اكس تربين ناقص اربعة اكس زائد سبعة لما اكس تقول له للاربعة لما نيجي نعوض 4x ب4 يبع 4 تربيع ب16 ونقص 4 ف4 أيضا 16 زائد 7 ال16 ترح مع ال16 تطلع 7 ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن النهاية لهذه الدالة اللي هي في اليسار والدالة في مين طلع بصوة بعض إذن اللي في النص هتساوي نفس القيمة يبقى limit fx اللي هو المطلوب بقى ما إكس تقول لها 4 تطلع زيهم بكيام ب7 وكده إحنا استخدامنا نظرية وهذه شكل آخر لنظرية السندوج هنا دي جايب لدالة القوزين إياه أستاذ دا أنت مغرم بالسكونس لا بالنظرية السندوجش لأنها مهمة زي ما عملنا قبل كده مع الصين هنعمل مع القوزين يعني هو القوزين 2 على x أكبر من السالب 1 وأقل من المجاب 1 طيب هنا جاي معها مين x plus 4 يبقى ضرب في x plus 4 هضرب مين جميع الأطرافي يبقى هنا سالب x plus 4 وهنا x plus 4 في قوزين 2 على x وهنا x plus 4 هروح أجيب نهاية لدي وهذه يبقى هو المت سالب x plus 4 لما x تقول زيرو طيب سالب زيرو يعني زيرو ولمت x plus 4 لما x تقول زيرو برضو بزيرو إذا يبقى النهاية هذا بصفر وهذا بصفر يبقى له في النص بإيه لازم زيه بزيرو وبالتالي يبقى المت x plus 4 في قوزين 2 على x لما x تقول زيرو تطلع الإجابة بزيرو برضو حسب نظرية السيكونس اللي هي من نطلق عليها نظرية الساندوتش طبعا زي ما احنا شافين مدام المعلومة أصبحت عندي صار الموضوع بسيط جدا وما فيش أدنى مشكلة فيه كده احنا غطينا الدرس التاني أتمنى التوفيق إن شاء الله الدرس التانية بنزله على القناة مباشر يعني للعموم بعد كده يبقى فيه بروفايد بقى للناس المشتركين والناس المشتركين بقول لهم دي أمانة يعني ما ينفعشي تاخد الفيديوهات ودديها لحد تاني أي حد عايز يشترك تحت أمره ربنا يوفقه ده رقمي 050 60 8 4 6 3 فايز شحاته يا رب يوفق الجميع ونتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق لو أي صفصرات من الناس المشتركين يبقى الواتس إن شاء الله الناس اللي ما اشتركتش نتمنى تشترك معنا وربنا يوفقكم وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته